من قناة مصر التعليمية بالتلفزيون المصري أحييكم أعزائي طلاب الشهادة الإعدادية والموعد الإسبوع المتجدد وبرنامج مدرسة أونلاين ومادة الدراسات الاجتماعية النهاردة إن شاء الله هنستكمل معكم مراجعة مادة الدراسات مراجعة شاملة علشان إن شاء الله هنبدأ لامتحانات الإسبوع اللي جاي ده كل المحافظات هتبدأ الإسبوع اللي جاي بدءا من أول الشهر بإذن الله نتمنى التوفيق للجميع تابعونا في مدرسة أونلاين هتلقوا مراجعات في كل الموعد هنبدأ معكم بأول سؤال دايما بيجي في الجغرافية إحنا عارفين يا أولاد إن امتحان الدراسات الاجتماعية عبارة عن أربع أسئلة سؤالين جغرافية وسؤالين تاريخ عادة السؤال الأول ألف بيبقى سؤال خريطة سؤال خريطة ده طبعا جزء أساسي من امتحان الدراسات في ثلثة عدادي يعني مش ممكن امتحان دراسات شهادة عددية يخلو من الخريطة فلازم نتدرب على الخرايط اللي موجودة عندنا طيب أنا سأمع واحد يقول لي إيه نوعية الخرايط أو شكل الخرايط اللي هتيجي عندنا خريطة العالم ممكن يجيب لنا خريطة العالم ويجيب لنا عليها أرقام ويطلب مننا مدلولات هذه الأرقام زي ما نشوف دلوقتي وهنتدرب معكم كمان ممكن يجيب لنا خريطة إحدى الدول اللي احنا درسناها طبعا احنا عندنا خمس دول السنة دي كل محافظة بتدرس تلات دول فقط يعني في محافظات بتدرس الهند ونيجيريا والبرازيل والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية دول الخمس دول المقررة في المنهج ولكن كل محافظة لها تلات دول مختلفة عن المحافظات الأخرى تمام على سبيل المثال عندنا في القاهرة هنا تمام دولة الهند ونيجيريا وألمانيا تمام الهند ونيجيريا وألمانيا ده على سبيل المثال كل محافظة مختلفة في الدول المقررة عليها طبعا بناخد نمازج من الدول المتقدمة ونمازج من الدول النمية وده طبعا لهدف ان احنا نشوف الدول النمية ايه مشكلتها ونحاول نقترح حلول او نشوف مشكلات الدول دي ونحاول ان احنا هنا في مصر طبعا نحاكي الدول المتقدمة طيب هنبدأ بأول سؤال عندنا اللي هو السؤال المعتاد في امتحان الدراسات الاجتماعية وهو سؤال الخريطة الخريطة اللي تزهر قدامنا دلوقتي السؤال بيقولك أمامك خريطة صماء للعالم ده أول شكل من أشكال الخريطة اللي ممكن تجيلنا وهي خريطة العالم أمامك خريطة صماء للعالم اكتب ما تدل عليه الأرقام وجاب لنا الخريطة دي يا أولاد وهذه الخريطة بتحوي أربع مدلولات نمر واحد هنا في رقم واحد بيقول لنا أولى الدول إنتاجا للغاز الطبيعي خلي بالكم في فرق كبير جدا بين كلمة أولى الدول وأولى القرات علشان ما نسترعش هنا بيقول لنا أولى الدول إنتاجا للغاز الطبيعي يقصد طبعا الولايات المتحدة الأمريكية طب افرض يا أولاد قال لنا أولى القرات إنتاجا للغاز الطبيعي على طول هنقول قارة أوروبا يبقى في فرق بين أولى الدول وأولى القرات أولى دول العالم إنتاجا للمطاط الطبيعي طبعا نحن عارفين يا أولاد أن الدولة الأولى في إنتاج المطاط الطبيعي هي دولة بتقع في قارة أسيا تمام اللي هي تايلاند الدولة الأولى في إنتاج القمح شايفين الرقم 3 يا أولاد بيشير إلى إنتاج القمح معلش عافوا أن الرقم ده مش مزبوط مش في مكانه المفروض الدولة الأولى الرقم هنا رقم 2 تمام اللي هي Thailand Thailand هي أولى دول العالم إنتاجا للمطار الطبيعي الدولة الأولى إنتاجا للقمح في العالم إحنا عارفين طبعا دولة الصين تتصدر قرات العالم إنتاجا للقمح الصين تتصدر قرات العالم في إنتاج القمح من المراكز الصناعية الحديثة طبعا احنا عندنا في كل قارة مراكز صناعية حديثة يعني عندنا في أمريكا الشمالية كندا والمكسيك في أمريكا الجنوبية البرازيل والشيلي والأرجنتين عندنا أيضا في أفريقيا مصر وجنوب أفريقيا عندنا في أسيا دول جنوب شرق أسيا اللي هي ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا وطايلان عندنا أيضا دول الخليج العربي بسبب الصناعات البترولية طيب هرجع لكم مرة تانية يا أولاد يبقى هنا يا أولاد عرفنا أن الدولة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي هي دولة الولايات المتحدة الأمريكية أولى دول العالم إنتاجا للغاز الطبيعي هي الولايات المتحدة الأمريكية أولى دول العالم إنتاجا للمطاط الطبيعي هي دولة تايلاند أيضا عرفنا يا أولاد أن أولى الدول في إنتاج القمح هي دولة الصين والمراكز الصناعية الحديثة في كل قارة هنشوف هذه المراكز ياريت نراجع الكلام ده على خريطة العالم اللي قدامنا هنا في خريطة يا أولاد للعالم قدامنا هنوزع عليها حاجات مهمة جدا مقررة علينا في المنهج يعني هنشوف أول حاجة الدول اللي هي بتحتل المركز الأول في العالم عندنا دولة الصين دولة الصين أهي تقريبا يا أولاد هذه دولة الصين أهي دولة الصين دي يا أولاد هي الأولى في إنتاج إيه هقول إن الصين دي هي الأولى في إنتاج الأمح الأولى في إنتاج القطن الأولى في إنتاج الشاي دي بالنسبة لإنتاج الزراعي هناخدهم حسب ترتيب الدروس يبقى الصين الأولى في إنتاج الأمح الأولى في إنتاج القطن الأولى في إنتاج الشاي تمام طيب بالنسبة للسروة الحيوانية الصين الاولى في الاغنام لتوافر الحشائش الاولى في اللحوم الحمراء الاولى ايضا في الاسماك انتاجا وتصديرا طيب تمام السروة المعدنية الصين الاولى في الحديد طيب مصادر الطاقة الصين الاولى في الفحم يبقى كده عرفنا الصين تمام هكتب لكم الكلام ده يا اولاد علشان يثبت في دماغنا هقول الصين اهم دولة عندنا في المنهج السنة دي فيها تحتل المركز الاول في انتاج الامح شوف قلم اوضح شوية يا اولاد يبقى الصين بالنسبة الانتاج الزراعي هي الاولى في انتاج الامح انتاج القط انتاج الشاي ايه تاني الاولى في الاغنام لماذا لتوافر الحشائش به اللحوم الحمراء الاولى ومعظم لحوم الصين من لحوم الخنازير والاولى في الاسماك ايضا الاولى في الاسماك انتاجا وتصديرا هي الاولى المنتجة للاسماك والاولى تصديرا للاسماك المعادن الاولى في الحديد مصادر الطاقة الاولى في الفحم يبقى دي اول دولة عندنا وهي دولة الصين هنقول تقريبا كل الدول اللي عندنا هنقولها على الخريطة وهنكتبها يبقى مع بعضين كده الصين المركز الاول في القمح والقطن والشاي الاولى في الاغنام واللحوم الحمراء والاسماك في الانتاج والتصدير الاولى في الحديد والاف الفحم نشوف دولة تانية على الخريضة ناخد مثلا دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية اهي اهيي؟ هنعرف هي الاولى في الزرة بس معظم الانتاج بيستخدم عدف للحيوان علشان كده بتصدر منه جزء صغير والباقي يستخدم عدف للحيوان يبقى في الزراعة هنلاقي الولايات المتحدة الاولى في الزرة طيب بالنسبة للسروة الحيوانية هنلاقيها الاولى في الدواجن الاولى في الدواجن انتاج الدواجن طيب الولايات المتحدة الامريكية الاولى في صناعة الالمونيوم الاولى في صناعة الالمونيوم ليه؟ لانها يتوافر في الولايات المتحدة الامريكية ناقة كهربائية هائلة خبرة فنية وعلمية سوق واسعة داخلية وخارجية كما انها تعتمد على استيراد البوكسيت من الخارج لان البوكسيت هناك قليل يعني هي ما عنداش بوكسيت كتير بس تستورد البوكسيت من الخارج وعندها عوامل تصنيع الالمونيوم زي الطاقة الكهربائية الخبرة الفنية السوق الداخلية والخارجية الوسعة التي تستوعب انتاج الالمونيوم الولايات المتحدة الاولى في الغاز الطبيعي يبقى دي دولة الولايات المتحدة الامريكية الاولى في الزرة الدواجن الاولى في صناعة الالمونيوم الاولى في الغاز الطبيعي طب نشوف دولة تانية على الخريطة وليكن مثلا دولة استراليا يترى استراليا الاولى في ايه شافين مكان استراليا يا ولاد عشان لو جتلنا على الخريطة هادي استراليا ايه استراليا الاولى في ايه هنشوف مع بعضنا دلوقتي استراليا الاولى هادي استراليا ايه بالنسبة للإنتاج الزراعي ما عندناش حاجة تخص إستراليا من أول الدول عندنا في الإنتاج الحيواني إستراليا هي أولى دول العالم في إنتاج الصوف الصوف منتج حيواني أساسي تقوم عليه صناعة نسج الصوف إستراليا هي الأولى في إنتاج الصوف لأن إستراليا تربي أغنام المارينو زي الصوف الجيد هنا حد يسألني قل إزاي مستر أنت حضرتك من شوية قلت الصين هي الأولى في الأغنام وإزاي حضرتك قلت دلوقتي إن إستراليا الأولى في الصوف مش المفروض تبقى الصين هي الأولى في الصوف لا يا جماعة إستراليا بتربي نوع من الأغنام اسمها أغنام المارينو أغنام المارينو بتنتج صوف أكتر بكتير مما تنتجه الأغنام التي تربى في باقي أنحاء العالم يبقى استراليا عندها نوع من الأغنام اسمها أغنام المارينو هذه الأغنام يا أولاد بتنتج كمية كبيرة من الصوف علشان كده أغنام المارينو بتضع استراليا في مقدمة دول العالم إنتاجا للصوف إنما لو قلنا الأغنام هنلاقي إن الصين هي الدولة الأولى في الأغنام طيب يبقى استراليا الأولى في الصوف لوجود أغنام المارينو طيب بالنسبة للسروة المعدنية استراليا الاولى في انتاج البوكسايت ما ادرش اقول ان استراليا الاولى في الالمونيوم لان البوكسايت هو خام الالمونيوم احنا قلنا في صناعة الالمونيوم الولايات المتحدة الامريكية اما في انتاج البوكسايت الخام استراليا تتصدر المركز الاول في انتاج البوكسايت يبقى استراليا الاولى في الصوف لوجود اغنام المارينو الاولى في انتاج البوكسايت اللي هو خامل الامونيوم عشان نبقى عارفين اهو طيب دي بالنسبة لاستراليا نشوف دولة تالتة او دولة ربعة وليكن مثلا البرازيل ادي البرازيل اه يا ترى البرازيل الاولى في ايه بص ياولد البرازيل نكمل في الورق دي برضو البرازيل الاولى في قصب السكر في قصب السكر يبقى البرازيل الاولى في انتاج قصب السكر لان احنا عارفين ياولاد ان قصب السكر محصول مداري يحتاج درجة حرارة عالية واحنا عارفين ان دايرة الاستواء ومدار الجدي بيمر في البرازيل فالبرازيل ظروفها مناسبة لزراعة قصب السكر وكمان البرازيل الاولى في انتاج السكر الخام يبقى البرازيل الاولى في قصب السكر والاولى في السكر واحد يقول لي طب يا مستر في دول تانية في انتاج قصب السكر احنا دلوقتي بنتكلم على الاوائل الاوائل الدول عشان ما ننخبطش نفسنا البرازيل الاولى في قصب السكر والاولى في انتاج السكر على مستوى العالم السكر الخام طيب نشوف دولة تالتة ولتكن مثلا دولة تايلند تايلند هنا تقريبا تايلند هتبقى الاولى في ايه في المطاط الطبيعي تايلند اتمنى يكون الخط واضح يا اولاد تايلند الاولى في المطاط الطبيعي شاف حد بيسألني بيقول لي المطاط الطبيعي دي عبارة عن هي مستر المطاط الطبيعي يا اولاد هو عبارة عن عصارة اشجار استوائية عبارة عن عصارة اشجار استوائية هذه العصارة تعالك كيميائيا وتتحول الى المطاط الطبيعي وفي مطاط صناعي اه في مطاط صناعي بيصنع من البترول احنا عندنا مهتمين في الدرس الاول بالمطاط الطبيعي لان دي خاص بدرس الانتاج الزراعي المطاط الطبيعي على مستوى العالم تايلند هتقول لي طب يا مستر ده انا درست في نيجيريا اني نيجيريا دي نيجيريا دي هي الأولى في المطاط أقول لك يا حبيبي نيجيريا الأولى في المطاط على مستوى إفريقيا على مستوى القارة الإفريقية نيجيريا هي الأولى في المطاط على المستوى الإفريقي يبقى على مستوى قارة إفريقيا هلقي نيجيريا هي الأولى في المطاط إنما على مستوى العالم ما في الشك طبعا تايلند هي الأولى تايلند دي بتقع في قارة أسيا يبقى ده على المستوى الافريقيا عشان ما نتلخبطش نيجيريا على مستوى افريقيا انما تايلند على مستوى العالم ادي نيجيريا هنا برضو عشان نعرف مكانها لانها من الدول مقررة على بعض المحافظات ادي نيجيريا هنا تقريبا انا هي دي الاولى في المطاط الطبيعي على مستوى افريقيا كلام وضع عشان ما حدش يتلخبط طيب عندنا مصر الله هي مصر بتحتل المركز الاول على مستوى العالم لا مصر بتحتل على مستوى الوطن العربي مصر على مستوى الوطن العربي بص يا اولاد مصر هي الاولى في توليد الكهرباء من الرياح يبقى مصر بتحتل المركز الاول على مستوى الوطن العربي علشان ما حدش يتسرع وياخد الكلام على مستوى العالم لا انا بتكلم عن مستوى مصر الاولى في الوطن العربي انتاجا لطاقة الكهرباء عن طريق الرياح في الوطن العربي تمام ومصر الاولى في انتاج الارز على مستوى افريقيا سامع واحد من الطلاب حبيبي يقول لي يا مستد الرزي دي مش مقرر علينا انتاج الارز مش مقرر علينا لا بس النقطة دي الجزئية دي موجودة في درس نيجيريا لما احنا عرفنا ان مصر هي الاولى في الارز ونيجيريا هي تاني دولة افريقية بعد مصر انتاجا للارز معلش يا ولاد لازم نربط الدروس ببعضها تمام يبقى مصر على مستوى الوطن العربي هي الاولى في توليد الكهرباء من الرياح ومصر هي الاولى على مستوى افريقيا انتاجا للارز وتأتي بعدها مباشرة على مستوى افريقيا بقول دولة نيجيريا طب يا ترى في دول تاني عندنا اه فرنسا اه ادي دولة فرنسا في اوروبا هي فرنسا دي بتحتل المركز الاول ايوة في انتاج البنجر يبقى على مستوى بالنسبة لفرنسا عندنا في البنجر يبقى فرنسا في انتاج البنجر تمام يبقى فرنسا في البنجر طيب كده تقريبا احنا اخدنا كل الدول اللي هي بتحتل الملاكز الاولى في الانتاج برض نقص دولة تانية مهمة وهي دولة الهند مهمة جدا برضو الهند ده يا ولاد طب الهند في ايه يا مستر ده الهند الاولى في حاجتين مرتبطين ببعضهم زي ايه بصوا الهند الاولى عالميا على مستوى العالم في انتاج الابقار اكتر دول العالم امتلاكا للأبقار لوجود الديانة الهندوسية الديانة الهندوسية في الهند تحرم على أتباعها أكل لحوم الأبقار هل لا أعداد الأبقار هناك مهولة وبالتالي الهند الأولى في الألبان على مستوى العالم يبقى الهند الأولى في الأبقار وذلك لوجود الديانة الهندوسية التي تحرم على أتباعها أكل لحوم الأبقار الهند الأولى في الألبان على مستوى العالم طبعا واحد هنا يسأل لي طب ازاي مستر الهند هي الاولى على مستوى العالم في الابقار وانت من شوية قلت ان الصين هي الاولى في اللحوم الحمراء ما المفروض تبقى الهند مانا لسه ايه للاجابة الهند لا تزبح الابقار ليه لانا الديانة الهندوسية التي يعتنقها معظم سكان الهند تحرم اكل لحوم الابقار او زبح الابقار واكل لحومها ولذلك نجد ان الهند تحتل المركز الاول عالميا في انتاج او في تربية الابقار بسبب هذه الديانة وبالتالي الهند تعتبر اكبر دول العالم انتاجا للالبان احنا ما نتبعش الابقار في الهند بس بناخد الالبان بتاعتها طبعا الديانة ما تحرمش طبعا ايه اخذ الالبان من الابقار وبالتالي تتصدر الهند دول العالم في الالبان انما الصين هي التي تحتل المركز الاول في العالم في انتاج اللحوم الحمراء ومعظم لحوم الصين من الخنازير أنا سامع واحد يقول ليش ماهنا الخنازير بس دي مش مقرر علينا في المنهج بس أنا أقول لكم معلومة يعني لأن الصين بتربي نصف الخنازير اللي في العالم طيب ناخد خريطة تانية وفي نفس الوقت برضو أرجع لكم على المنهج أمام خريطة صماء لألمانيا أكتب ما تدل عليه الأرقام يبقى الخريطة التانية خريطة ألمانيا المقررة علينا رجعتين هذه خريطة ألمانيا أهي العاصمة السياسية نحن عندنا يا أولاد ثلاث عواصم السنة دي نحفظهم زي اسمنا تمام عندنا العاصمة السياسية أو خمس عواصف عفوا يعني كل محافظة تحفظ ثلاث عواصف عندنا الهند العاصمة السياسية للهند هي نيو ديلي العاصمة السياسية للبرازيل برازيليا العاصمة السياسية لناجيريا أبوجا العاصمة السياسية لألمانيا بيرلين العاصمة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية واشنطن طب خلينا دلوقتي في الخريطة اللي قدامنا دي خريطة ألمانيا العاصمة رقم واحد طبعا بيرلين العاصمة السياسية لألمانيا ممكن السؤال يجينا ازاي هنا اين توجد المدن الآتية وما شهرتها ويجيب لك مدينة برلين أقول له برلين موجودة في ألمانيا وبتشتهر بأنها العاصمة السياسية الألمانية الدولة رقم 2 اللي بتجاور ألمانيا من ناحية الغرب السهم بيشير إلى الجنوب الغربي فبلاقي على طول الدولة رقم 2 من غير تفكير دولة فرنسا طب البحر رقم 3 عندنا بحرين خلي بالكم عندنا أدي بحر ودي بحر البحر ده اللي من جوه ده البحر ده اللي عليمين ده اسمه البحر البلطي إنما البحر اللي بيشير إلى الرقم 3 اسمه بحر الشمال أدي بحر الشمال أهو طيب النهر رقم 4 أهو النهر ده اللي هو مشارع عليه بالرقم 4 دي نهر قلب نهر قلب يا أولاد أهو رقم 4 عندنا رقم 5 المدينة التي تقع في جنوب ألمانيا والتي تعتبر عاصمة إقليم بافاريا ويوجد بها مقر العديد من الشركات والمصانع العالمية وهي مدينة ميونيخ أهي ميونيخ يا أولاد تعالوا كده مع بعضين طالما ألمانيا هي نشوف بعض المعلومات الأساسية في خارجة ألمانيا يا جماعة بصوا ألمانيا هي إحدى دول أوروبا وتقع ألمانيا في غرب أوروبا يحدها من الشمال بصوا من الشمال حدودها البحر البلطي ودولة الدنمارك وبحر الشمال ومن الجنوب النمسا وسويسرا ومن الشرق بولندا وتشيك ومن الغرب فرنسا ولوكسنبورج وبلجيكا وهولندا فرنسا يا أولاد دي أسف ألمانيا دي يا أولاد ألمانيا أهم الظاهرات التدريسية اللي فيها نجد السهل الألماني الشمالي هنا هون السهل الألماني الشمالي ده أكبر الأقسام التدريسية في ألمانيا ويجري فيه مجموعة من الأنهار تصبك في بحر الشمال زي نهر قلب اللي بيصبه بحر الشمال نهر الراين بيصبه بحر الشمال دي أول قسم عندنا وهو السهل الألماني الشمالي أيضا عندنا القسم الأوسط وهو الهضاب الوسطى أو المرتفعات الوسطى دي عبارة عن هضاب متقطعة وهذه الهضاب مصدر جذب سياحي ممكن السؤال دي يجي لنا لماذا تعتبر المرتفعات الوسطى في ألمانيا مصدر للجذب السياحي؟ المخروطية ويوجد بها تلال وينبيع المياه أما في الجنوب فنجد القسم التدريسي التالت اللي هو الجبال وهي جبال القلب جبال القلب في ألمانيا هي جزء من جبال القلب الأوروبية العظيمة خلي بالكم عندنا جبال القلب هنا في الجنوب وعندنا نهر قلب دي بالفتح ودي بالكسر المناخ السائد في ألمانيا هو مناخ غرب أوروبا المنطر طول العام خاصة هنا في الشمال الغربي ليه؟ بتأثير بحر الشمال والمحيط الإطلانتي عندنا كمان سكان ألمانيا 81 مليون نسمة ألمانيا من أكثر دول أوروبا سكانا بيتركزوا بصفة خاصة في المدن الكبرى والمناطق الصناعية عندنا ألمانيا في الصناعة تلت القوى العاملة في ألمانيا بيشتغلوا بالصناعة الصناعة في ألمانيا تقدمت بعد الحرب العالمية التانية تقدما كبيرا بسبب إيه؟ بسبب تدفق الاستثمارات وتوافر الملاكز العلمية الحديثة عندنا ألمانيا يا أولاد في الإنتاج الحيواني تربي الحيوانات في الحظائر بأسليب علمية أو ترعى هذه الحيوانات في المراعي الطبيعية واحد يقول لي يا مستر تقولتش النبات الطبيعي في ألمانيا هقولك بسرعة أن ألمانيا بها غابات نوعين من الغابات نفضية ومخروطية وأيضا تنمو الحشائش في السهل الألماني هذه الحشائش انكمشت مساحتها بسبب التوسع العمراني وإحلال الزراعة أهم المدن إحنا قلناهم هذه مدينة برلين العاصمة السياسية مدينة ميونيخ عاصمة بافوريا في الجنوب وبها مقار العديد من الشركات والمصانع الأوروبية عندنا مدينة هامبورج تعتبر أهم المواني وهي مدينة قريبة من بحر الشمال علاقة ألمانيا بمصر فيه علاقات اقتصادية بتربط مصر بألمانيا احنا بنصدر لهم غاز طبيعي وملابس وبترول بنستورد منهم آلات وصناعات كيموية وسيارات عندنا علاقات علمية هيئة التبادل العلم الألمانية جمع الألمانية بالقاهرة مركز الثقافي الألماني معهد الأسار الألماني بكده احنا رجعنا ألمانيا كلها طبعا بصورة سريعة طيب أمام الخريطة لنيجيريا اكتب ما تدل عليه الأرقام هذه نيجيريا أولاد قدامنا أول حاجة محتاجها منك العاصمة السياسية لنيجيريا احنا عارفين أن عاصمة نيجيريا هي مدينة أبوجة وأبوجة هي عاصمة نيجيريا الحديثة وهي مدينة داخلية حديثة هذه أبوجة الهضبة رقم اتنين وهي هضبة جوس هضبة جوس في ألمانيا في نيجيريا أنا سامع واحد يقول لي يا مستر احنا عندنا كم هضبة مقررة في المنهج في الترمي التاني والله احنا بناخد هضب كتير جدا يعني مثلا على سبيل المثال عندنا هنا هضبة جوس في نيجيريا عندنا هضبة البرازيل في البرازيل عندنا هضبة كلورادو في أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية عندنا هضبة الدكن في الهند هنا هضبت جوس في نيجيريا وهي من أهم مناطق استخراج معدن القصدير في نيجيريا تلاتة دلت نهر الناجر مع الناجر النهر واحد بس في نيجيريا مهم جدا تعتمد علي نيجيريا في الزراعة والري وهو نهر الناجر المدينة رقم اربعة وهي مدينة ليجوس هي العاصمة القديمة نيجيريا وهي من أكثر المدن سكانة في نيجيريا وميناء مهم على خليق غينيا رقم خمسة الخليق ده خليق غينيا وهو جزء من المحيط الإطلنطي رقم ستة دولة الكاميرون عندنا تشاد والكاميرون طب تعالوا كده ناخد فكرة سريعة عن دولة نيجيريا فكرة سريعة نيجيريا بتقع في غرب إفريقيا نيجيريا كانت محتلة من بريطانيا استقلت وتكونت نيجيريا أو تتكون نيجيريا حاليا من 12 ولاية اتحادية قسمت إلى 12 ولاية تبع للقبائل التي تعيش في نيجيريا نيجيريا حدها من الشمال دولة تشاد دولة النيجر من الشمال دولة النيجر ومن الشرق تشاد والكاميرون ومن الغرب دولة بنين ومن الجنوب خليغينيا من الشمال دولة النيجر من الشرق دولة تشاد والكاميرون من الغرب دولة واحدة وهي دولة بنين من الجنوب خليق غينيا اللي هو جزء من الإطلانتي نيجيريا يا أولاد لو تكلمنا على التدريس بتاعتها بسرعة هنلاقي أولا عندنا نوعين من السهول السهول الشمالية وهي سهول فايضية كونها نهر النيجر هنا يا أولاد السهول الشمالية وعندنا السهول السحلية المنخفضة على خليق غينيا السهول السحلية المنخفضة السهول السحلية المنخفضة ينتهي فيها نهر النيجر بدلتا عندنا قسم ثاني من التدريس وهو التلال التلال بتبدأ بعد السهول السحلي ويزداد ارتفاع التلال كلما اتجهد نحو الشمال الغربي تزداد التلال ارتفاعا كلما اتجهد نحو الشمال الغربي عندنا ايضا هذه الهضبة وهي هضبة جوس وترتفع الى اكثر من 1780 متر فوق سطح البحر وهي من اهم مناطق التعديم حيث يستخرج منها معدن القصدير نيجيريا دي اولاد لما تكلم عن المناخ بتاعها هقول ان معظم نيجيريا مناخ مداري حار غزير المطر صيفا وجنوب نيجيريا مناخ استوائي حار منطر طول العام حرارة ومطر طول العام يبقى معظم نيجيريا مداري والاجزاء الجنوبية مناخ استوائي النبات الطبيعي نوعين عندنا حشائش السفانة في نيجيريا وعندنا الغابات المدارية والغابات الاستوائية لما تكلم بسرعة عن سكان نيجيريا هلاقي ان نيجيريا اكثر دول افريقيا سكانا والسكان بيتركزوا عفونا عليش نرجع مرة تانية والسكان بيتركزوا في نيجيريا في المناطق الغربية والسهول الشمالية وهذا بتجوس بيتركزوا ليه لوجود مناطق التعدين والمراعي والاراضي الزراعية وبيقله في دلتا نيجير بما تفسر قلة السكان في دلتا نيجير في نيجيريا بسبب الظروف الطبيعية القاسية والغابات الاستوائية الكسيفة بيقله هنا يا ولاد في دلتا نيجير بسبب الظروف المناخية القاسية والغابات الاستوائية الكسيفة لما نتكلم بسرعة كده عن اقتصاد نيجيريا نعرف ان اقتصاد نيجيريا اقتصاد نامي يعتمد على الزراعة في المقام الاول معظم أرض ناجيريا أكتر من نص أرض ناجيريا صالح للزراعة والرعي ولكن المستغل فقط 15% ناجيريا يا أولاد طبعا هي الأولى إفريقيا في إنتاج المطلاط والتانية في إنتاج الأرز ودول بيزرعوهم في جنوب ناجيريا في الوسط والشمال بيزرعوا الكاكاو وبيزرعوا نخيل الزيت وبيزرعوا الزرى الشامية والزرى الرفيعة الصناعة في ناجيريا يا أولاد ليست متقدمة وليست متطوعة ولا متنوعة من أهم مؤبرز الصناعات عندهم صناعة تكليل البترول طب ليه؟ لأن ناجيريا تنتج من البترول حوالي 3% من إنتاج العالم ويعتبر الإنتاج كبير بالنسبة لدولة يبقى البترول بيستخرج من هنا يا أولاد بالقرب من الساحل الجنوب الشرقي يستخرج البترول بالقرب من الساحل الجنوب الشرقي تمام؟ تنتج ناجيريا 3% من إنتاج العالم للبترول طب إيه أهم المدن؟ أبوجة العاصمة السياسية وهي مدينة داخلية حديثة ليجوس وتعتبر ليجوس العاصمة القديمة وهي من أهم الموانئ على خليل غينيا في مدينة هنا اسمها إبادان وهي مركز للتجارة والتعليم والمواصلات علاقتنا بناجيريا في علاقات اقتصادية بيننا وبناجيريا بنصدر لهم مواسير الألمونيوم بنصدر لهم أسلاك النحاس بنصدر لهم إطارات السيارات والمحولات الكهربائية وبنستورد منهم حاجة واحدة بس وهي المحاصيل خاصة المحاصيل الزيتية بكده القناة ضوء على كل دولة ناجيريا نحاول نمسك جزء كده يا أولاد ونربعه بسرعة علشان تبقى المراجعة شاملة طيب ناخد سؤال تاني مختلف وهو سؤال بما تفسر سؤال بما تفسر لا يخلق منه امتحان بيقولك الزراعة من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم ليه الزراعة من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم سؤال كلنا عارفين وحلنا كتير جدا أولا يا أولاد لأن الزراعة تمثل مصدرة رئيسية لغذاء الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات الزراعة كمان يا أولاد يرتبط بها تربية الحيوانات والزراعة مصدر للمواد الخام في الصناعة يعني ايه بناخد المطناط بنعمل منه إطارات للسيارات بناخد القطن بنعمل منه منسوجات بناخد القصد بنعمل منه سكر وهكذا يبقى السؤال قدامنا على الشاشة دلوقتي نرجعه مرة تانية اهو بما تفسر الزراعة من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم هدي السؤال قدامنا على الشاشة تمثل مصدرة رئيسية لغذاء الإنسان مصدرة للمواد الخام الصناعية ويرتبط بالزراعة تربية الحيوان واحد يقول لي يا مستر ممكن تقول لنا أنواع الزراعة بسرعة بص يا أولاد معايا كده أنواع الزراعة تلاتة هدي أنواع الزراعة هنكتب مع بعضين بسرعة كده أنواع الزراعة عشان نرجع الجزء ده أول حاجة عندنا في الزراعة البسيطة الزراعة البسيطة اللي هي البداية يعني ده أول نوع تمام وعندنا الزراعة المتقدمة الزراعة المتقدمة ودي بتنقسم إلى يا أما زراعة كسيفة يا أما زراعة علمية وتجالية هتظهر دلوقتي على الشاشة قدامنا يا أولاد الكتابة دي هتظهر قدامنا على الشاشة دلوقتي أنواع الزراعة عندنا الزراعة البسيطة اللي هي البداية عندنا الزراعة المتقدمة نوعين يا أما زراعة كسيفة يا أما زراعة علمية وتجارية طب حد يسألني يقول لي طب يا مستر ممكن تلقي الضغط بسرعة على الزراعة البسيطة دي أو البداية الزراعة البسيطة يعمل بها عدد قليل من السكان في مناطق صغيرة ومعزولة الزراعة البسيطة تستخدم أدوات بدائية بسيطة الزراعة البسيطة هدفها سد حاجة السكان من الغذاء لا يوجد فائض للتصدير للزراعة البسيطة بسرعة كده طب الزراعة المتقدمة تنقسم إلى الزراعة الكسيفة والزراعة العلمية والتجارية الزراعة الكسيفة ايه المقصود بيها المقصود بيها يا أولاد زراعة الأرض بشكل مكسف أكتر من مرة في العام بأكتر من محصول لإشباح حاجة السكان المحليين من الغذاء هذه هدفها وتعرفها طب الزراعة الكسيفة دي موجودة في المناطق كسيفة السكان الحارة والمعتدل على السواء الزراعة الكسيفة من الصعب استخدام الآلات والميكانة فيها بسبب ضيق الملكية ضيق بساحة الحقول أيضاً الزراعة الكسيفة تحتاج إلى أي دعملها وفيرة ليه؟ لأن الزراعة فيها تتم من خلال عدة عمليات أما الزراعة العلمية والتجارية هذه الزراعة العلمية والتجارية أولاً يستخدم فيها أحدث الأساليب والآلات الزراعية هذه الزراعة تتم في مزارع وسعة عشان كده بسميها الزراعة الوسعة أحياناً هذه الزراعة العلمية والتجارية تهدف إلى الانتاج التجاري الضخم الانتاج من أجل التجارة يبقى عندنا زراعة بسيطة زراعة متقدمة وزراعة علمية وتجارية الزراعة البسيطة هدفها سد حاجة السكان دون وجود فائد للتصدير الزراعة المتقدمة أولاً الزراعة الكسيفة هدفها سد حاجة السكان المحليين من الغذاء الزراعة المال والتجارية أو الزراعة الوسعة هدفها تحقيق إنتاج زراعي ضخم هدفه التصدير دي أنواع الزراعة في العالم طيب نشوف سؤال تاني أنا لسه يمكن آية للسؤال ده يا أولدني شوية وهو صعوبة استخدام الآلات والميكانة الزراعية السؤال أهو بما تفسر صعوبة استخدام الآلات والميكانة الزراعية في الزراعة الكسيفة ليه ما بندرش نستخدم الميكانة والآلات الزراعية بكسرة أو بسهولة في مناطق الزراعة الكسيفة طبعاً بسبب ديق مساحة الحقول وهنا ما أقصدش أن الحقول دا يعف يعني في المساحة أقصد الملكية صغيرة أقصد الملكية صغيرة يعني الملكية صغيرة يعني أنا فلاح معايا جزء من الأرض الجزء دا لو أنا رحت اشتريت آلات أو اتأجرت آلات هتبقى تكلفة الآلات دي أعلى بكتير من تكلف من انتاجي يعني مثلاً على سبيل المثال ممكن مثلاً أجر الآلات دي كلها بألف جنيه ولاقي إيه؟ في النهاية المحصول بيديني خمسون جنيه يبقى أنا كده خصناه خمسون جنيه يبقى المقصود هنا ديق الملكية تمام؟ عشان ما حد شايفها من ديق المساحة يعني إحنا المساحة دايقة الآلات مش قادرة تدخل أو تشتغل أو كلام من ده في المساحة دي لا ديق الملكية طيب السؤال اللي بعدين تتضل بالزراعة الكسيفة أيدي عاملة وفيرة؟ طبعاً قلناه السؤال دا دلوقتي لأن الزراعة تتم من خلال عدة عمليات زي بزر الحبوب وتنقية الحشائش إلى آخره ينتق قصب السكر في معظم القرات معادة أوروبا طبعاً إحنا عارفين أن أوروبا منخة يا أولاد بارد فطبعاً لا يناسب ولا يلائم زراعة القصب القصب محصول مداري يحتاج درجة حرارة عالية قصب السكر محصول يحتاج لدرجة حرارة مرتفعة منخ أوروبا بارد لا يلائم الزراعة طب هنا أوروبا بيلائمها إيه؟ البنجر بنجر السكر يا أولاد بنجر السكر يلائم أو زراعة البنجر مناسبة في قارة أوروبا لظروف المناخ والتربة هناك المناخ في أوروبا والتربة صالح جداً لزراعة البنجر إنما القصب لا طبعاً لا يزرع في أوروبا إطلاقاً طيب تتركز زراعة البنجر في أوروبا أكبر دول العالم إنتاجاً لبنجر السكر وعارفنا أن مصر على المستوى الإفريقي هنا سؤال مهم جدا بيقولك قل عدد العاملين بالراعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام. احنا عندنا نوعين من الرعي. نراجع الرعي بسرعة برضو. هل عاوزين نغطل المنهة كله ان شاء الله النهاردة ياولاد. الرعي نوعين. الرعي نوعين. ايه انواع الرعي. عندنا رعي اسمه رعي بدائي او تقليدي. بصوا معايا. رعي. الخط ايش واضح اول برضو. رعي بدائي او تقليدي. وعندنا رعي تجاري. طب يا مستر ايه الفرق بينهم. بصوا. الرعي البداي او التقليدي ده بيتم في مساحات واسعة من الصحاري في العالم. هتقول لي يا مستر يا الصحاري دي لها انواع. طبعا. عندنا صحراء حارة. زي شبه الجزيرة العربية وشمال افريقيا. عندنا صحراء معتدلة. زي وسط اسيا. عندنا صحراء باردة. زي شمال اسيا واوروبا. بصوا معايا على الخريطة دي ياولاد. هنرجع على الخريطة مرة تانية. هنا عندنا الرعي البداي موجود هنا. صحراء شبه الجزيرة العربية وبادية الشام. دي صحراء حارة. تمام? صحراء شمال افريقيا. صحراء الكبرى. صحراء حارة. هنا في نوع من الرعي البداي ايوة. طب ليه كل عدد العاملين هنا بالرعي البداي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام. المنطقة اللي انا هعلم عليها باللون ده. اهو. المنطقة دي ليه قال للرعي البداي فيها. لان هنا ياولاد تدفق البترول. وعندما تدفق البترول تم توطين البدو. وتحولوا من حرفة الرعي الى حرفة التعدين واستخراج البترول. يبقى الرعي موجود هنا في مناطق الصحاري. شمال افريقيا. الصحاري الحارة شمال افريقيا. وشبه الجزيرة العربية وبادية الشام. ايضا يوجد الرعي في مناطق الصحاري المعتدلة. في دول وسط اسيا هنا في صحراء معتدلة. طب الصحراء المعتدلة دي. قل عدد العاملين في الرعي هنا. ايوة. هنا ياولاد قل عدد العاملين في الرعي في وسط اسيا. لان هنا ابناء هذه القبائل تعلموا. وعندما تحولوا الى التعليم. تركوا حرفة الرعي. واشتغلوا بحرف اكثر تطورا. زي الزراعة والصناعة والخدمات. طب يا ترى شمال اوروبا فيها نوع من الصحاري مختلف. ايوة. في شمال اوروبا. شمال اسيا. وشمال اوروبا اهي. حتى شمال امريكا الشمالية يوجد نوع من الصحاري اسمها صحراء التندرة الباردة. صحراء التندرة الباردة هنا ياولاد. يرعى حيوان الرنة. يرعى حيوان الرنة هنا في صحراء التندرة الباردة. يبقى كده فهمنا ان الرعي البداي ده موجود في الصحاري. في الصحراء الحارة او المعتدلة او الصحراء الباردة. بس احنا طبعا ما عندناش لفظ الصحراء المعتدلة في المنهج. بس انا بقول لكم يعني ان هذا الرعي يوجد في مناطق الصحاري في العالم. هتقول لي طب يا مستر الرعي ده النوع دي من الرعي البداي هدفه ايه? وخلي بالكو برضو الهدف دي مش موجود بس نفهمه نستنتجه. هدف الرعي البداي سد حاجة السكان المحليين من الغذاء. من اللحوم تمام? يعني ما بيرعوشي يعني الرعي هنا ما بيتمش عشان التصدير والانتاج الضخم النوع التاني من الرعي ياولاد اهو قدامنا وهو الرعي التجاري اهو انا قلت في الرعي التقليدي او البداي موجود في مناطق الصحاري في العالم وقلنا الرعي التجاري او هنقول الرعي التجاري يوجد في مناطق الحشائش سواء حشائش السافانة الحرة او حشائش الاستيبس المعتدلة اللي بيسميها في امريكا الشمالية البلاري يبقى هنا الفرق بالاتنين الرعي البداي هنا موجود في مناطق الصحاري بكل انواعها صحاري حرة او معتدلة او بردة الرعي التجاري مرتبط بوجود الحشائش الحارة السافانة او الحشائش المعتدلة الاستيبس والتي يطلق عليها مصطلح البلاري في امريكا الشمالية تحديدا هنا الرأي التجاري هدفه الانتاج التجاري الضخم الانتاج التجاري الضخم من اجل التصدير اللحوم والاصواف بصفة خاصة الرأي التجاري هنا بيتميز بايه بيتميز باستخدام الاسليب العلمية الحديثة في تربية الحيوان وطبعا الفصل في تربية الحيوانات لا يوجد خلط هنا بين الحيوانات كل نوع من الحيوان يربى في مزارع خاصة به لا يوجد خلط بين انواع الحيوانات تمام كده بسرعة عرفنا انواع الرأي طب نجاوب على سألتنا نرجع تاني للكمبيوتر ونشوف بما تفسر قل عدد العاملين بالرأي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام بسبب تدفق البترول وتوطين البدو هنا سؤال مهم جدا في الانتاج الحيواني بيقولك بما تفسر زيادة معدل الاستهلاك العالمي من اللحوم وأنا بشرح الجزء ده يا أولاد نبهت عليكم وقلت استهلاك اللحوم مش مرتبط ارتباط مباشر بارتفاع الكسافة السكانية أنا مليش علاقة بالكسافة السكانية هنا لأن ممكن السكان عددهم يزيد بس مستواهم الاقتصادي منخفض وبالتالي عند استهلاك اللحوم مرتبط بمستوى المعيشة يبقى هنا يا أولاد زيادة معدل استهلاك العالمي من اللحوم بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من دول العالم استهلاك اللحوم دايما مرتبط في أي دولة في العالم مرتبط بمستوى المعيشة طيب انتاج الهند من اللحوم من حيوانات أخرى غير الأبقار دي سؤال استنتاجي طبعا عارفين الديانة الهندوسية التي تقدس الأبقار وتحرم على أتباعها أكل لحوم الأبقار اللي بيفسر لنا ان الصين هي اللي بتتصدر قرات دول العالم في إنتاج اللحوم الحمراء زي ما قلتلكم من شوية في أول الحلقة تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول العالم في صناعة الألمونيوم رغم قلة البوكستايت بها وبرضو احنا قلناها أول حلقة لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها طاقة كهربائية هائلة لديها خبرة فنية وعلمية واسعة لديها سوق داخلية وخارجية بالإضافة إلى أنها تعتمد على استيراد البوكستايت من الخارج توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي وهنا ناخد بالنا ناخد بالنا من اللي هكتبه دلوقتي في فرق يا أولاد بين سؤالين السؤالين بيتكتبوا بنفس الصيغة السؤال الأول بيقولك بما تفسر بما تفسر والسؤال الثاني يقولك دلل بما تفسر توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي السؤال الثاني دلل بنفس الصيغة توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي هتقول لي يا مستر هو في فرق بين الإجابتين فرق شاسع خلي بالك لما يجلنا في الامتحان بما تفسر لماذا توسع العالم بما تفسر بما تفسر يعني لماذا ليه توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي والله انا شايف ناس كتيرة جدا متفاعلة معايا بالإحساس كده حسن نفس ناس كتيرة متفاعلة وتقولك دي حاجات سهلة بالنسبة لنا يا مستر عشان احنا متابعين برنامج مدرسة أونلاين من أول السنة والكلام دي على فكرة احنا قلناه واحنا بنشرح الحلقة دي بس احنا بنقوله تاني عشان حبايبنا اللي ما كانوش متابعين لو قلنا بما تفسر توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي هقول لأنه سهل للنقل ورخيص السعر إذا قرنته بالبترول وأقل تلويسا للبيئة لأنه يلوث البيئة بقدر قليل لا يقارن بالبترول أنا بستخدم الغاز الطبيعي أو توسعت في استخدام الغاز الطبيعي لأنه طاقة تتميز بسهولة النقل رخص السعر وهي أقل تلويسا للبيئة هنا بيقول لي دلل يعني بيقول لي هالدليل على ان احنا استخدمنا الغاز الطبيعي على نطاق واسع دلل هقول له اه نستخدم الغاز الطبيعي في المنازل نستخدم الغاز الطبيعي او توسعنا في استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة نستخدم الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء احنا قلنا هنا الكهرباء اللي بتنتم وهنا كهرباء حيارية رقم اربعة نستخدم الغاز الطبيعي في السيارات بدلا من البنزين وهنا جلنا سؤال طب ليه استخدمت الغاز الطبيعي في السيارات بدلا من البنزين هقوله للحد من تلوث البيئة يبقى عرفنا الفرق بين السؤالين يا جماعة الله يخليكم في فرق بين سؤال بما تفسر وسؤال دلل في معظم الأجزاء ناخد بالنا من السؤالين دول الفرق بينهم دلل يعني بيقولك هالدليل بما تفسر يعني يقولك لماذا ليه يبقى نرجع للشاشة بتاعتنا هوا توسع العنا في استخدام الغاز الطبيعي بديل لمصادر الطاقة الأخرى لنظافته رخص سمنه سهولة نقله وعدم تلويسه للبيئة اختر من بين الأقوات سؤال حلو جدا جدا وحبيبنا كلهم بيحب السؤال ده لاني يعني أنا مذاكر بس أحيانا كده بنسى معلومة صغيرة فلما تكون في اختيارات قدامي أشوف الاختيار أفتكر المعلومة اللي أنا مذاكرها بس معلش إيه أحيانا الإنسان طبعا بينسى بس إن شاء الله بإذن الله كلنا هنفتكر كل المعلومات وهنقفل امتحان الدراسات الاجتماعية اختر من بين الأقوات تحتل دولة البرازيل المركز نقط في إنتاج قصة بالسكر دي مش عاوزة نقاش البرازيل احنا قلناها من شوية هي الأولى في إنتاج قصة بالسكر وكمان بالمرة هي الأولى في إنتاج السكر تعد قرة أسيا أولى قرات العالم في إنتاج أمح مطلط أطن ده أسيا هي الأولى يا أولاد أسيا هي الأولى في الأمح وأسيا هي الأولى في المطلط وأسيا هي الأولى في الأطن يبقى كل ما سبق يبقى كل ما سبق هتقول لي طب يا مستر ممكن تقول لنا أول دولة في الأمح أقول لك الصين طب أول دولة في المطلط الطبيعية أقول لك تايلاند طب أول دولة في القطنة أقول لك الصين كلام واضح وثلاث دول دول في أسيا أكبر الدول المنتجة للصوف آه لسا إيه لها من شوية محدش يقول للصين الصين الأولى في الأغنام ولكن استراليا الأولى في الصوف لأنها تربي أغنام المارين وزاة الصوف الجيد دولة نقطة أولى دول العالم في إنتاج الأسماك من غير ما أفكر الصين لماذا؟ لماذا الصين هي الأولى في إنتاج الأسماك في العالم؟ أولا يا أولاد لأن الصين تطل على المحيط الهادي بسواحل كبيرة يوجد بها أنهار وبحيرات في الداخل يبقى الصين تطل بسواحل كبيرة على المحيط الهادي يوجد بها أنهار وبحيرات في الداخل ما ننساش كمان تقدم وسائل الصين تستخدم الصين الوسائل المتقدمة في الصين طيب نكمل بس بعد ما ناخد فاصل زغير وارجع لكم بسرعة. طيب نكمل معلش يا ولاد ناخد فاصل ايه دي اكيدا وناخد فاصل. ارجع لكم مرة تانية نكمل السؤال ده وناخد فاصل عشان ايه تبقى العملية متصلة مع بعضين. يستخدم البوكسايت في صناعات. البوكسايت دي احنا عرفناه يا ولاد خامل الامونيو. انا باخده البوكسايت تمام باستخدم الطاقة الكهربائية الهائلة تمام بيطلع لمنتج جديد اسمه الالمونيوم. طبعا يستخدم البوكسايت في صناع الالمونيوم. يأتي نصف انتاج العالم من الفحم من قرتين اوروبا وافريقيا ولا اوروبا واسيا ولا اسيا واستراليا والامريكتين. على طول اوروبا واسيا اكبر قرتين في انتاج الفحم. تلاتة ربع انتاج الفحم بيطلع من اسيا واوروبا. خمسة وسبعين في المية من انتاج العالم بيجي من القرتين دول. اكبر الاقليم الصناعية في العالم الجديد. خلي بالكو يا ولاد. انا ما قلتش هنا اكبر الاقليم الصناعية في العالم. انا بقول العالم الجديد يبقى لازم اجابتي تبقى محصورة في شمال شرق الولايات المتحدة الامريكية. اهو. ادي شمال شرق الولايات المتحدة الامريكية اكبر اقليم صناعي في العالم الجديد. طيب ناخد السؤال اللي بعدين. تحتل نيجيريا المركز التاني في افريقيا في انتاج نوع بعد مصر. احنا قلنا نيجيريا الاولى في المطبط على مستوى افريقيا. مش على مستوى العالم. التانية في الارز بعد مصر. يبقى هنا هنختار الارز. تحتل نيجيريا المركز التاني في افريقيا. اه في إنتاج الأرز بعد مصر مباشرة فاصل صغير وأرجع لكم بسرعة أحييكم أعزائي طلاب الشهادة الإعدادية من قناة مصر التعليمية بالتلفزيون المصري وهنستكمل مراجعتنا وبرنامج مدرسة أونلاين ومادة الدرسات الاجتماعية تعالوا لو لك كده نرجع أجزاء مهمة في التاريخ طبعا إحنا عارفين أني وقلت الكلام ده في الحلقة الأولى انتحان الدرسات عبارة عن أربع أسئلة سؤالين جغرافية وسؤالين تاريخ أول سؤال ممكن نجي لنا في التاريخ سؤال ضع علامة صح أو علامة خطأ وأحيانا في بعض المحافظات يجيب لنا مع التصويب وفي محافظات تانية بتجيب صح وغلط من غير التصويب نشوف كده شكل السؤال أول سؤال بيقول لنا تزعمة جمال عبد الناصر تنظيم الزباط الأحرار طبعا إحنا عارفين يا أولاد أن الإجابة دي صحيحة 100% الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وزملائه زباط الجيش المصري أرادوا القيام بثورة لتخليص مصر من الفساد الذي كان يعم فيها لتخليص مصر من الاستعمار البريطاني الذي كان ما زال موجود في القناة ولذلك جمال عبد الناصر وزملائه كونوا تنظيم في الجيش المصري لإصلاح حوال البلاد والقيام بثورة وطرد الإنجليز والملك الفاسد وهي ثورة 23 يوليو طب تيجي بسرعة كده ناخد مع بعضينا أسباب الثورة دي كده سريعا كده أسباب ثورة 23 يوليو مهمة جدا أسباب ثورة 23 يوليو 52 وقصادها كده أسباب ثورة 25 يناير أسباب ثورة 25 يناير 2011 هتقول لي يا مستر هو ثورة 23 يوليو وثورة 25 يناير متشابهين متشابهين جدا هتقول لي ليه هقولك لأن الأسباب متقربة تمام يعني أسباب 23 يوليو نمرة واحد استمرار الاحتلال البريطاني واستمرار التدخل البريطاني في شؤون مصر فساد النظام الملكي أيضا هزيمة الجيش المصري والعرب في حرب فلسطين عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة سوء الأحوال الاقتصادية وتدهور الأحوال الاجتماعية لو قلنا أسباب ثورة 25 يناير هنلاقي أسباب متعلقة أسباب اقتصادية زي مثلا التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة وتطبيق سياسة لانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية أيضا سوء الأحوال الاجتماعية بسبب الفوارق وغياب العدالة في توزيع السروات أيضا يا أولاد سوء الأحوال الصحية والتعليمية والخدمية أيضا فرض قانون الطوارئ ما ننساش تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطني الحاكم آنذاك يبقى دي أسباب الثورتين في تشابه بينهم بص يا أولاد في ارتباط يعني إيه يعني ثورة 23 يوليو قام بها الجيش المصري العظيم وسندها الشعب المصري الجيش قام بالثورة علشان يقضي على الفساد الملكي ويحرر البلاد من الاستعمار ويرجع حكم مصري لأبنائها والشعب وقف خلف الجيش الشعب والجيش كانوا صف واحد ثورة 25 يناير أنبها الشعب وسندها الجيش يبقى هنا في ارتباط بين الثورتين الشعب المصري والجيش تلاحم الشعب والجيش في ثورة 23 يوليو وتلاحم الشعب والجيش في ثورة 25 يناير تمام ثورة 23 يوليو الملك فاروق استجاب لمطالب الزباط الأحرار استجاب لمطالب السورة وتنازل عن الحكم لابنية أحمد فؤاد التاني وأيضا ثورة 25 يناير الرئيس الأسبق مبارك استجاب لمطالب الشارع المصري وتخلى عن الحكم وترك القيادة للمجلس الأعلى قوات المسلحة لحين إجراء انتخابات يبقى هنا فيه علاقة كده تحس بين ثورة 25 يناير وثورة 23 يوليو تمام طيب نشوف السؤال بعد كده بما تضع علام صح أو خطأ فساد النظام الملكي واستبداده من عوامل قيام الثورة المصرية 52 طبعا يا أولاد النظام الملكي كان نظاما فاسدا ومستبدا وده كان سبب رئيسي من أسباب قيام الثورة تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية بمصر 18 يونيو 56 هقولك لا معلش هنا هنقول غلط طيب تيجي نوضح النقطة دي أنا عندي في 18 يونيو 18 يونيو 53 و18 يونيو 56 الفرق بينهم هنا إعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي وأصبح اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية 18 يونيو 56 رحيل آخر جندي إنجليزي بريطاني من أرض مصر علشان كده 18 يونيو بنحتفل بعيد الجمهورية وبرضو 18 يونيو بنحتفل بعيد الجلاء يبقى هنا تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية بمصر 18 يونيو 56 لا 18 يونيو 53 يعد يوم 18 يونيو 56 إحنا قلناها عيدا وطنيا في مصر الإجابة صحيحة لأن هذا العيد هو عيد الجلاء حيث رحل آخر جندي بريطاني عن أرض مصر بعد أن قامت سور 23 يوليو بتوقيع اتفاقية الجلاء لسورة لسورة 23 يوليو كيف أوفت السورة بوعودها بص يا أولاد السورة المصرية سألني كده بس نرجع جزء ده عندنا السورة المصرية وعدتنا بالعديد وحققت العديد من الأهداف إيه أهداف السورة أهداف سورة 23 يوليو الهدف الأول القضاء على الاستعمار البريطاني وأعوانه طب هل السورة أوفت بوعدها في القضاء على الاستعمار نعم إزاي بعقد اتفاقية الجلاء الهدف الثاني من أهداف السورة وهو القضاء على الاقطاع طب هل أوفت السورة بوعدها في القضاء على الاقطاع نعم إزاي أصدرت قوانين الإصلاح الزراعي القانون الأول والثاني والثالث آخر قانون بيقول لا يجوز لأي فرد على أرض مصر أن يمتلك أكثر من خمسين فدان وتوزيع باقي الأرض على الفلاحين يبقى السورة هنا وفت بوعدها في القضاء على الاستعمار بالسؤال دي بيجينا في الامتحان يقول لنا إيه كيف أوفت السورة سورة 23 يوليو بوعدها في القضاء على الاستعمار أو أوفت بوعدها بأنها عقدة اتفاقية الجلاء مع انجلترا عام 1954 وطبقت الاتفاقية ورحل آخر جندي بريطاني من أرض مصر في 18 يونيو 56 هل أوفت السورة أو كيف أوفت السورة بوعدها في القضاء على الإطلاع أوفت السورة وعدها في القضاء على الإطلاع بأنها أصدرت قوانين الإصلاح الزراعي القانون الأخير حدد الملكية بخمسين فدان. يبقى هنا الثورة أوفت بوعودها. حققت الكثير من أهدفها. هتقول لي طيب يا مستر مجانية التعليم. دي من الإنجازات إيه؟ أقول لك من الإنجازات الاجتماعية. طيب. إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية. إنجاز سياسي. يبقى لما نمسك الإنجازات السياسية. هقولهم بسرعة كده يا أولاد عشان نفتكرهم مع بعضينا. الإنجازات السياسية لثورة 23 يوليو. نمرة واحد. إلغاء دستور 1923 وحل الأحزاب السياسية. اتنين. إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية. تلاتة. عقد اتفاقية الجلاء مع انجلترا مع الاحتيال البريطاني. ورحيل الإنجليز من مصر عام 1956. أربعة. تأميم الشركة العالمية لقناة السويس. أصبحت القناة شركة القناة شركة مصرية بإدارة مصرية. طيب بسرعة يقول لنا يا مستر الإنجازات الاجتماعية. الإنجازات الاجتماعية أولا القضاء على الإقطاع من خلال إصدار قوانين الإصلاح الزراعي. تحقيق العدالة الاجتماعية. طيب إزاي حقنا العدالة الاجتماعية. حقنا العدالة الاجتماعية من خلال مجانية التعليم. بما في ذلك التعليم الجامعي. العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء الجمعيات الزراعية والوحدات الصحية. أيضا الشراك العمال في إدارة في مجالس إدارة المصانع والشركات وتخصيص نسبة من الربح لهم كمان تحديد ساعات العمل ما ننساش كمان أني الثورة في المجال الاجتماعي أعطت المرأة الحق في الانتخاب والترشح لمجلس الأمة بداية من عام 1956 طيب في المجال الاقتصادي الثورة عملت إيه في الثورة ده الثورة استصلحت مساحات كبيرة من الصحراء وزودنا مساحة رقعة الأرض الزراعية مساحة الأرض الزراعية باننا السد العالي اللي حمانا من الفيضانات اللي عن طريقه استطعنا توليد طاقة كهرومائية هائلة وخزلنا المية وراء السد في المجال الصناعي عملنا مصنع الحيد والصلب في حلوان ومصنع الأسمدة في أسوان واهتمنا بمراكز التدريب المهن واهتمنا بالتعليم الصناعي في التجارة قمنا قامت السورة بتمصير البنوك وشركات التأمين ووكالات الاستراد والتصدير طيب هل لنا إنجازات على مستوى الدول العربية؟ أيوة أيدنا وما زلنا نؤيد الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة كمان عملنا أول وحدة مع سوريا عام 1958 الجمهورية العربية المتحدة كمان سندنا دول عربية كتير جدا عشان تتخلص من الاستعمار طب في المجال الدولي عملنا إيه؟ إيه إنجازات السورة أول حاجة عملتها السورة في المجال الدولي أنها قسرت احتكار السلاح في العالم عندما عقدت صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفيتي أيضا مصر والهند ويغوزلافيا وأندونيسيا أسسوا منظمة عالمية ما زالت موجودة حتى الآن وهي منظمة الحياد الإيجابي وعدم للحياز وعملنا مؤتمر كبير جدا جدا في باندونج في أندونيسيا مصر كانت من أكثر دول العالم التي شاركت بفاعلية في مؤتمر باندونج لعدم للحياز كده رجعنا بسرعة سورة 23 يوليو ندخل بقى على درس القضية الفلسطينية شوية بس نشوف الأسئلة اللي معنا اشتركت مصر مع الصين والمجر في تأسيس حركة عدم للحياز لا احنا نقول المجر مش موجودة ولا الصين هنقول الهند وأندونيسيا ويغوزلافيا قرر مؤتمر سانريمو عام 1920 حق الانتداب البريطاني على فلسطين الإجابة صحيحة بص يا ولاد فلسطين جزء غالي جدا من الوطن العربي لأن في فلسطين يوجد المسجد الأقصى قول القبلتين وسالس الحرمين الشريفين في فلسطين ولد السيد المسيح عيسى عليه السلام أيضا أسر ياب الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسرائي والمعراض إلى فلسطين فلسطين يا أولاد دي كان بيعيش فيها قبل الحرب العالمية الأولى مسلمين مسيحيين وعدد قليل جدا من اليهود اليهود دول كانوا مشتتين في كل أنحاء العالم اليهود يا أولاد كان عندهم أمل كبير في تكوين دولة تجمعهم ووطن يجمعهم وكان أملهم أنهم يروحوا فلسطين من الذي ساعد اليهود في إقامة دولة إسرائيل بريطانيا بريطانيا صانعت مشكلة فلسطين والسؤال دي ممكن يجيلنا كيف كانت بريطانيا صانعت المشكلة الفلسطينية بريطانيا أصدرت وعد بلفور عام 1917 بريطانيا احتلت فلسطين أسماء الحرب العالمية الأولى ثم أصدرت وعد بلفور عام 1917 ثم بعد وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني فتحت بريطانيا باب الهجرة أمام اليهود ليهاجروا إلى فلسطين بأعداد كبيرة ثم سمحت بانتقال الأرض من إيد العرب لإيد اليهود عن طريق الشراء يبقى كده بريطانيا هي صانعت المشكلة بريطانيا لما حست بخطورة المشكلة عملت عرضت القضية الفلسطينية على منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة قالت هنقسم فلسطين ثلاث دول دولة عربية دولة يهودية وتدويد القدس القدس منطقة دولية طبعا بعد ذلك بريطانيا انسحبت من فلسطين اليهود أعلنوا دولتهم قيام دولة إسرائيل العرب مسكتوشي الجيوش العربية دخل فلسطين وحققت بصراحة إنجازات ولكن تدخلت الولايات المتحدة هنا يا ولاد وجعلت مجلس الأمن يصدر قرار بوقف إطلاق النار لمدة شهر خلال الشهر ده استطاعت إسرائيل أن تقوي قواتها المسلحة مما أدى إلى هزيمة العرب في حرب فلسطين السؤال اللي هنا بقى ليه تهزمنا في حرب فلسطين أولا عدم استعداد العرب للحرب اتنين مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسرائيل طيب هنشوف السؤال اللي بعد كده من أسباب العدوان السلاسي تأميم القناة الإجابة صحيحة مئة في المئة طبعا يا ولاد العدوان السلاسي ده بسرعة كده قابت به ثلاث دول إنجلترا وفرنسا وإسرائيل إيه الأسباب أولا عقد مصر صفقة الأسلحة الشرقية مع الاتحاد السوفيتي إسرائيل أرادك أن تشارك في العدوان لو تدمر هذا السلاح الذي اشارته مصر بالاتحاد السوفيتي إنجلترا وفرنسا ليهم نصيب كبير جدا في قناة السويس جمال عبد الناصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أمام القناة فأرادت إنجلترا أن تنتقم من مصر في الشاركة في العدوان قامت ثورة في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي مصر ساعدت الثورة الجزائرية فأرادت فرنسا أن تنتقم من مصر لمساعدتها الثورة الجزائرية يبقى ثلاث أسباب للعدوان السلاسي صفقة الأسلحة الشرقية التي عقدتها مصر مع الاتحاد السوفيتي اتنين تأميم القناة رقم ثلاثة مساعدة مصر للثورة الجزائرية طيب إيه أسباب فشل العدوان العدوان فشل ليه بسبب المقاومة الباسلة للشعب والجيش المصري اتنين وقوف الدول العربية إلى جانب مصر ثلاثة رفض الأمم المتحدة العدوان على مصر أو تنديد الأمم المتحدة بالعدوان على مصر ورفض حكومة الولايات المتحدة استخدام القوة في حل المنازعات الدولية وأيضا تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل العسكري لوقف العدوان على مصر طيب هل في نتائج لفشل العدوان أول نتيجة انسحاب إنجلترا وفرنسا من بورسعيد وانسحاب إسرائيل من سيناء وقطع غزة نمرة اتنين الوحدة بين مصر وسوريا رقم ثلاثة إقامة مناطق أو إقامة أو وصول قوات دورق دولية لتقف على الحدود لمنع الاحتكاكات بين الجيشين طيب ناخد اللي بعد كده أعلنت مصر وقفها إلى جانب سوريا عام سبعة وستين تطبيق الاتفاقية سان ريمو طبعا يا ولاد فيه اتفاقية بين مصر وسوريا بس هي اتفاقية سان ريمو خالص ده هي اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا أغلاقت مصر خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية عام تلاتة وسبعين هي فعلا مصر أغلاقت خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية بس مش عام تلاتة وسبعين لا عام سبعة وستين الإجابة غلط طبعا في مايو سبعة وستين مصر أغلاقت خليج العقب أمام الملاحة الإسرائيلية مش في تلاتة وسبعين ناخد بالنا ممكن لفظه صغير يغير معنى الجملة يا أولاد استولت إسرائيل في عام ستة وسبعين على الجولان لا طبعا هنعكس التاريخ ده استولت إسرائيل في الف تسعمية سبعة وستين على هضبة الجولان السورية هتقول لي طبعا موست ده ممكن ترجع لنا بسرعة درس عدوان خمسة يونيو سبعة وستين هقول لك أنا إسرائيل بدأت تجهز نفسها بعد فشل العدوان السلاسي مين اللي ساعدها؟ الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بعد ما جهزت نفسها وحست إنها قوية بدأت تحتك بسوريا مصر وسوريا في اتفاقية بينهم اسمها اتفاقية الدفاع المشترك مصر قالت أنا وقفة جنب سوريا ده في اتفاقية بيننا وسوريا دولة عربية مصر بعتت قوتها بسرعة إلى سيناء طبعا مصر أغلاقت خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية ليه مصر أغلاقت خليج العقبة؟ لتحاصر إسرائيل اقتصاديا لإحكام الحصار الاقتصادي على إسرائيل إسرائيل أعلنت أنها ليس لديها أي نية لمهاجمة أي دولة عربية ولكن إسرائيل فيه صباح خمسة يونيو فجأتنا بهجوم جو مفاجئ على إسر هذا الهجوم يا أولاد تم تدمير جميع الضائرات والمطارات المصرية لأن أجهزة التجسس الأمريكية الحديثة كانت مصورة المطارات بتاعتنا لإسرائيل فإسرائيل عرفت تصيب الأهداف بكل دقة اتهزمنا في حرب 67 إسرائيل استولت على الضفة الغربية مدينة القدس الجولان قطاع غزة شبه جزير السيناء المصرية لماذا انتصرت إسرائيل في هذه الحرب أو ما يطلق عليها عدوان خمسة يونيو 67 أولا يا أولاد بسبب تفوق إسرائيل العسكري خاصة في السلاح الجوي مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا لإسرائيل قيام أجهزة التجسس الأمريكية الحديثة بتصوير المواقع المصرية وإهداءها لإسرائيل أيضا عدم استعداد الجيش المصري للحرب نقص التدريب في الجيش المصري طب يا ترى مجلس الأمن موقفه إيه من العدوان أصدر مجلس الأمن القرار رقم 242 في نوفمبر 67 ولكن إسرائيل رفضت هذا القرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لما لقى إسرائيل متعنتة وترفض الانسحاب من الأراضي اللي احتلتها عام 67 جمال عبد الناصر قال كلمة مشهورة قال ليه جمال عبد الناصر قالك إن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وبدأنا نجهز قوتنا المسلحة من جديد ومرنا بمرحلتين هنشوفهم دلوقتي يا أولاد المرحلة الأولى اسمها مرحلة الصمود والتصدي للقوات الإسرائيلية المرحلة الثانية مرحلة الاستنزاف في مرحلة الصمود والتصدي تصدينا وانتصدنا على إسرائيل في معركة رأس العش عندما حاولت إسرائيل على فكرة اسمها رأس العش مش رأس العش يا أولاد عندما حاولت إسرائيل احتلال مدينة بورفؤات شر بورسعيد ادنا نتصدى لهم وهزمناهم في معركة رأس العش كمان انتصرنا عليهم في معركة إيلات البحرية بالسواريخ البحرية المصرية المرحلة الثانية مرحلة الاستنزاب لما عملنا حائط السواريخ المصري في غرب القناة ولما بدأت المدفعية المصرية منذ عام 1969 في قصف خطن برليب في المدافع المرحلة دي اسمها مرحلة الاستنزاب وقدرنا نحقق خسائر فادحة جدا في صفوف العدو الاسرائيلي لدرجة ان روجرز وزير الخارجية الامريكي حب يعمل مبادرة لوقف اطلاق النار بين الجانبين اسمها مبادرة روجرز لوقف اطلاق النار وزير الخارجية الامريكي روجرز عندما وجد اسرائيل تتكبت خسائر فادحة من جانب الجيش المصر العظيم ارادت وضع حد لهذه الخسائر وقام روجرز بمبادرة وعرفت بمبادرة روجرز وقف اطلاق النار ولكن في اسناء ذلك توفي الرئيس جمال عبد الناصر وجاء بعده الرئيس الراحل محمد انور السادات ليبدأ مرحلة جديدة في استرداد الحقوق العربية والمصرية واستعادة الكرامة المصرية والعربية من خلال حرب اكتوبر طيب نشوف السؤال بعد كده لتهيئة وعداد الجابهة الداخلية تم اصدار الدستور الدائم عام 71 الاجابة صحيحة الدرس اللي بعد كده ياولاد هو درس حرب اكتوبر 73 هنستعرضه برد بسرعة الرئيس الراحل محمد انور السادات اراد ان يستعيد الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 67 لان اسرائيل رفضت تماما الانسحاب من الاراضي التي احتلتها عام 67 سيناء والجولان مصر وسوريا كان عندهم رغبة كبيرة جدا في ازالة اثار النكسة الرئيس السادات بدأ يخطط على المستوى العربي والمستوى الداخلي طبعا المستوى العربي عملين رئيس السادات صف الخلافات بين العرب وحد العرب استغل كل الامكانيات العربية المتاحة طبعا المستوى الداخلي في مصر اصدر الدستور الدائم ايضا قضى على مراكز القوى دعم استقلال القضاء وايضا الغى الرقابة على الصحف الرئيس السادات استعد للمعركة مين ابطال المعركة دول ده فيه ابطال بارزين في المعركة دول عاوزين نكتبهم يا ولاد مهمين جدا عندنا البطل الاول طبعا هو الرئيس البطل الشهيد محمد انور السادات هو البطل الاول لهذه المعركة معركة اكتوبر 73 الرئيس السادات هو الذي اتخذ القرار السليم القرار الجريء قرار الحرب عندنا المشير احمد اسماعيل المشير احمد اسماعيل الذي كان وزير للدفاع وتولى قيادة الجبهة المصرية والسورية تولى قيادة الجبهتين المصرية والسورية في حرب اكتوبر 73 ولذلك حصل المشير على اعلى رتب عسكري اعلى وسام عسكري وهو نجمة سيناء عندنا الفريق سعد الدين الشازلي الفريق سعد الدين الشازلي الذي خطط للعبور وتحتيم خط برليف وقام بالتنفيذ مع زملائه زباط الجيش الفريق سعد الدين الشازلي حصل على قيادة النيل العظمى تكريما له ايضا الفريق محمد عبدالغان الجمسي الفريق محمد عبدالغان الجمسي يا ولاد لا ننسى فضله لانه كان رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة والتي اختارت انسب التوقيتات لحرب اكتوبر ولا ننسى يا ولاد طبعا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي كان قائدا للقوات الجوية في حرب اكتوبر 73 وبفضل الضربة الجوية الناجحة التي قام بها سلاحة نيران بقيادة الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كان قائدا لسلاح الطيران نجحت خطة العبور دون ابطال حرب اكتوبر البارزين تمام اللي عندنا في المنهج طبعا فيه ابطال كتير جدا فيه ابطال كتير جدا في حرب اكتوبر من اصغر ردبة الى اعلى ردبة ولكن اللي مسكورين عندنا في المنهج يا ولاد واللي احنا مطالبين بهم الرئيس السادات رئيس جمهورية نصر العربية وهو الذي اتخذ القرار للحرب المشير احمد اسماعيل الذي تولى خطة الخداع الاستراتيجي في حرب اكتوبر وكان قائد الجبهتين المصرية والسورية وحصلوا على نجمة سينا الفريق سعد الدين الشازلي الذي كان رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية والذي خطط للعبور وتحتيم خط برليف وشارك في تنفيذ الخطة وحصل على قلادة النيل العظمة الفريق محمد عبدالغان الجمصي الذي كان رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة والتي اختارت انسب التوقيتات الرئيس الاسبق محمد حسن مبارك والذي كان قائدا للضربة الجوية الناجحة والتي حققت معظم اهدفها دول ابطال اكتوبر اللي عندنا في المنهج عشان ما حدش يقول لي هم دول بس يا مستر ده اصغر عسكري اللي استشهد او قاوم او قاتل له كل التقدير منه طبعا ياولاد هنا بيقول لك اصدر الرئيس جمال عبدالناصر الدستور مصر الدائم اقول له لا ده الرئيس السادات لتقوية الجبهة الداخلية غيرت حرب اكتوبر موازين القوة والاستراتيجيات اقول لك طبعا لان حرب اكتوبر اثبتت ان منطق القوة لا يحقق سلامه بص ياولاد في الجبهة المصرية في حرب اكتوبر حققنا انتصارات عظيمة جدا لان نجاح الضربة الجوية مع نيران المدفعية مهدت لعبور القوات المسلحة المصرية الى الضفة الاخرى للقناة واثرنا واثرنا عدد كبير جدا من الجيش الاسرائيلي وحطمنا طائراتهم في الجبهة السورية ادرت القوات السورية ان تقوم بعمليات ممثلة للقوات المصرية حطموا خط الوان وادروا ايضا ادر الطيران السوري ان يحقق انتصارات مزهلة على الطيران الاسرائيلي في معارج جوية الدول العربية بصراحة كان لها موقف مشرف في تسع دول عربية قدمونا مساعدات مالية لمصر وسوريا ومساعدات عسكرية وفي تلت دول قدمونا مساعدات مالية وطبعا الدول المنتجة للبترول خفضت الانتاج ثم منعت تصدير البترول الى الولايات المتحدة الامريكية التي كانت تقف بجانب اسرائيل طب يا ولاد هل الولايات المتحدة وقفت جنب اسرائيل في الحرب طبعا الولايات المتحدة الامريكية زودت اسرائيل بأحداث الاسلحة الولايات المتحدة الامريكية خصصت مبلغ كبير جدا لدعم اسرائيل زودت اسرائيل بمعلومات عسكرية خلت الاسرائيليين يحاولوا يعبروا القناة عند منطقة اسمها صغرة الديفرسوار بس احنا قدرنا نتصدى ليهم وقدرنا طبعا نهزمهم عند الصغرة طب حرب اكتوبر يا ولاد كان لها نتائج على مستوى الوطن العربي والعالم وعلى مستوى الداخل في مصر طبعا يا ولاد حرب اكتوبر اولا اعادت السقة للمقاتل المصر والعربي. حرب اكتوبر طبعا حطمت اسطورة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر حرب اكتوبر يا ولاد ادت الى انهيار ادعاة اسرائيل الامنية. اسرائيل كان دائما بتقول ان خط برليف لا يمكن تحطيمه الا باستخدامكم بلا زررية حطمت نفس 6 ساعات ايضا حرب اكتوبر اثبتت ان منطق القوة لن يحقق سلاما حرب اكتوبر كمان يا ولاد ادت الى ابراز سلاح النفط البترول كسلاح عربي ايضا ادت الى التضامن العربي وادراك اهمية التضامن العربي في مواجهة الخطأ لاسرائيل حرب اكتوبر مهدت لحاجة مهمة جدا وهي السلام. الرئيس السادات يا ولاد اراد ان يقيم سلام عادل وشامل ودائل في المنطقة بعد انتصارنا في حرب اكتوبر عشان كده السادات يا ولاد عمل خطوات جميلة جدا من اجل السلام. هنشوفها دلوقتي بسرعة طيب السادات عمل ايه بقى؟ الرئيس الراحل محمد انور السادات عمل ايه؟ اولا قام بزيارة اسرائيل عام 1977 طبعا دي كانت مفاجأ للعالم كله ان السادات يروح اسرائيل السادات عقد اتفاقية كان بديفد مع مناحن بيجن رئيس وزراء اسرائيل السادات عقد مع اسرائيل معهدة السلام والتي من خلالها ادرنا نسترد سيناء كاملة ورفع الرئيس الاسبق محمد حسن مبارك العالم فوق سيناء في عام 82 25 ابريل ما عدا طابة. طابة هي الوحيدة التي اصرت اسرائيل على التمسك بها حولنا قضية طابة الى محكمة العدل الدولية في لاهاي. محكمة العدل الدولية طبعا اعترفت بحقية مصر التاريخية في طابة وحكمت بان طابة ارض مصرية استردنا طابة ورفعنا العالم عليها طبعا المحكمة حكمت في عام 1988 واحنا استردنا طابة بالفعل ورفعنا العالم المصري على طابة عام 89 مصر ايدت مؤتمر مدريد للسلام ليه مصر ايدت مؤتمر مدريد للسلام لان هذا المؤتمر الذي عقد عام 1991 في مدريد عاصمة اسبانيا كان يدعو الى الارض مقابل السلام كان يدعو الى تنفيذ قرارات الامم المتحدة ايدنا ايضا اتفاقية اوسلو سنة 1993 اللي كانت نتيجة لمؤتمر مدريد ترتب على مؤتمر مدريد عقد اتفاقية اوسلو مصر ايدت هذه الاتفاقيات لماذا؟ ايه هي مزايا السلام بالنسبة لمصر والدول العربية السلام اول ميزة للسلام هيحقق الاستقرار الداخل للبلاد العربية هيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واصلاح البنية الاساسية هيشجع حركة السياحة الى مصر والدول العربية طبعا هيشجع حركة الاستثمار في مصر والدول العربية طبعا اما ما فيش حرب ياولاد يبقى كل الامور هتمشي سواء في السياحة او الاستثمار على اكمل وجه ده بالنسبة للدرس بتاع حرب اكتوبر طب صورت 25 يناير بسرعة كده اول سؤال هنا ياولاد شكل المجتمع المصري اللي جاند شعبية اثناء 25 يناير هقوله الاجابة صحيحة الشعب المصري بكل فئاته شكل اللي جاند شعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة استمر الشعب المصري في هذه اللي جان الشعبية حتى نزلت القوات المسلحة المصرية وامنت جميع المنشآت وقضت على اعمال السرقة والنهب والترويع وكانت درعى امان لهذه السورة سورة 25 يناير هنلقي عليها الضوء بسرعة 25 يناير تعتبر سورة فريدة يعني فريدة يا مصر يعني سورة نادرة في التاريخ الحديث والمعاصر ليه لان هذه السورة ياولاد لعبت فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة التقدم في وسائل الاتصالات لعب دورا كبيرا في هذه السورة حيث ان المتظاهرون او السوار او الشباب السورة اتفقوا من خلال شبكة الانترنت ومواقع التواصل الابتماعي على التظاهر السلمي وتجمعوا في الميادين لمدة 18 يوم ياولاد يطالبون ببعض المطالب طبعا عندما حدث اضطراب امني في تلك الفترة شكل الشعب المصري لجان شعبية لحماية ممتلكاتهم بعدها نزلت القوات المسلحة الى الشارع لتؤمن حياة المصريين ومنشآت مصر الحيوية ومنشآت المصريين بعد ذلك طبعا ياولاد استمرت المظاهرات واستمرت السورة تعبر عن مطالبها حتى تخلى الرئيس الرحل محمد حسن المبارك عن رئاسة الجمهورية وعقدت انتخابات بعد ذلك وفاز فيها حزب الحرية والعدالة بالانتخابات وتولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية ولكن طبعا الاوضاع سائت في ظل حكم الاخوان ولذلك شعب المصري قام بثورة جديدة هي ثورة 30 يونيو هذه الثورة التي من خلالها تم عزل محمد مرسي وتم إسناد رئاسة الجمهورية مؤقتا إلى المستشار عدلي منصور لماذا المستشار عدلي منصور تحديدا لأنه رئيس المحكمة البستورية العليا والبستور ينص على أنه هو الذي يتولى السلطة في تلك الفترة حتى ورية انتخابات رئاسية جديدة وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الجمهورية كده ياولاد الجزء بتاع ثورة 25 يناير و30 يونيو الجزء اللي بعد كده هنستعرضه بسرعة واللي هو خاص بالحياة الحزبية ودور المرأة هنخصلكم الجزء دي بسرعة بصوا ياولاد بالنسبة للحياة الحزبية أتمنى يكون باقي وقت يعني بسرعة كده بصوا الحياة الحزبية ياولاد طبعا الحياة الحزبية هنقسمها إلى أجزاء معينة في عهد قبل الاحتلال البريطاني قبل الاحتلال البريطاني قبل عام 1882 طبعا ظهرت مجالس سورية استشارية في عهد محمد علي زي مجلس مجلس المشورة والمجلس العالي المجالس دي كانت مجالس استشارية سورية لما جي الخدو اسماعيل عمل لنا مجلس شورى النواب عام 1866 يبقى إذا ياولاد قبل الاحتلال البريطاني كان عندنا محمد علي اللي عمل مجلس المشورة والمجلس العالي ودي مجالس استشارية سورية مش مجالس نيابية بس كانت خطوة طبعا دي الحياة النيابية قاسف مش الحياة الحزبية دي الحياة النيابية عفوا ياولاد مش الحياة الحزبية للقراءة ماشي الحياة النيابية في عهد ما قبل الاحتلال 1882 في عهد محمد علي ونشئت مجالس سورية استشارية زي مجلس المشورة والمجلس العالي لما جي اسماعيل عمل مجلس شورى النواب دي الكلام دي قبل الاحتلال البريطاني بفترة الاحتلال الاحتلال عمل مجالس أيضا سورية زي مجلس شورى القوانين بعد الاحتلال بقى عمل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية عام 1883 ثم الجمعية التشريعية عام 1913 بعد كده صدر دستور 1923 اللي كان بينص على ايه الدستور ده كان بينص على ان من حق المصريين تكوين احزاب سياسية وكمان انشاء برلمان مصري يتكوى من مجلس الشيوخ ومجلس النواب فضل الوضع على كده لحد ما جات ثورة 23 يوليو 52 ثورة 23 لـ 52 الغى الدستور 1923 واصدر دستور 1957 اللي كان بينص على ان الذي يتولى السلطة التشريعية هو مجلس الامة اللي هو دلوقتي اسمه مجلس النواب طبعا بعد كده عام 1971 اصدر الرئيس محمد انور السادات الدستور الدائم وفيه سؤال مهم جدا 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 في هنا يا ولاد بما تفسر اصدار الدستور الدائم اولا للتأكيد على سيادة القانون للتأكيد على استقلال القضاء التأكيد على مبادئ التعددية الحزبية دي دستور 71 طبعا عادينا نشوف بسرعة سلطات الحكم في مصر سلطات الحكم في مصر اولا رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة وهو رئيس السلطة التنفيذية عندنا السلطة التنفيذية ودي بتضم الحكومة الحكومة هي رئيس الوزراء وجميع الوزراء والإدارة المحلية يعني المحافظ والمجالس المحلية والشعبية عندنا السلطة التشريعية التي تقوم بسن القوانين ويتولاها مجلس النواب ومجلس النواب مدته خمس سنوات عندنا السلطة القضائية وتتولاها المحاكم بجميع أنواعها يبقى سلطة الحكم في مصر رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية عبارة عن الحكومة والإدارة المحلية السلطة التشريعية هي مجلس النواب بمدته خمس سنين السلطة القضائية تتولاها المحاكم بجميع أنواعها طب تعالوا ناخد فكرة عن دور المرأة دور المرأة بص يا أولاد المرأة قبل عام 1919 ظهرت من خلال إنشاء مدرسة السنية عام 1873 رفاعة طهطاو اقترح على الخلو اسماعيل قالوا عاوزين نعمل مدرسة لتعليم البنت المصرية فهو انشاءت مدرسة السنية مدرسة السنية كانت أول مدرسة في العالم العربي والإسلامي لتعليم البنات أيضا يا أولاد ظهرت مجلة الريحانة التي أصدرتها السيدة جميلة حافظ دي قبل 1919 طب بعد 1919 بعد السورة إيه اللي حصل أولا شاركت المرأة في المظاهرات بجانب الرجل التي قامت بعد لا في سعد زغلول أيضا المرأة أو تشكلت لجنة الوفد المركزية للسيدات بالقاسة هدى شعراوي 1920 والتحقت المرأة عام 1928 بالجمعة معلش يا أولاد الخط سريع شوية عشان ننجز معاكو بس بعد كده في الفترة من 52 ل71 حكمة أبو زيد السيدة حكمة أبو زيد اخترت أول وزيرة للشؤون الاجتماعية طبعا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر أو الوزيرة للشؤون الاجتماعية السيدة حكمة أبو زيد كمان أصبح للمرأة حق الترشح والانتخاب في مجلس الأمة اللي هو دلوقتي مجلس الشعب من 71 ل 81 إيه اللي حصل الرئيس السادات اختار الدكتورة عائشة راتب عشان تبقى وزيرة للشؤون الاجتماعية وبرضو تم انتخاب الدكتورة أمال عثمان عشان تبقى رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب اللي هو دلوقتي مجلس النواب في الفترة من 81 لحد دلوقتي المرأة لها دور مشرف على كل المستويات وتم انشاء المجلس القوم للمرأة المجلس القوم للمرأة تم انشاؤه وهذا المجلس طبعا يهتم بشؤون المرأة وطبعا المرأة على كل المستويات حاليا ياولاد لها دور مشارك هنستعرض بسرعة آخر درسي في المنهج اللي هو درس المنظمات الإقليمية والدولية ودايما بتجيلنا مقارنة قارن بين المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ادي المنظمة الإقليمية وادي المنظمة الدولية بعتزر على الخط ياولاد للمرة التانية معلش بس احنا طبعا فاهمين الكلام ده ومزاكرينه فبقال ايه الخط دي بس مجرد ايه كده للتسكرة المنظمة الإقليمية والمنظمة الدولية هم الاثنين بيشتركوا في حاجة واحدة ده اخد بالنا لنستطيعها استنتاج انها تضم عدد من الدول المستقلة يبقى شرط الانضمام للمنظمة الإقليمية ان تكون الدولة مستقلة وشرط الانضمام للمنظمة الدولية ان تكون الدولة مستقلة يبقى المنظمة الإقليمية والدولية هم الاثنين شرط اساسي ان تكون الدولة مستقلة لكي تنضم للمنظمة الإقليمية والمنظمة الدولية بس ايه الفرق بينهم الفرق بينهم ان المنظمة الإقليمية تضم مجموعة دول بينهم روابط لازم يبقى في بينهم روابط هنا تضم مختلف الدول وإن لم يكن بينهم روابط مش لازم يبقى بينهم روابط طب ممكن تدينا مثال يا مستر بسرعة جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية بتضم مين بتضم الدول العربية المستقلة في بينهم روابط أيوة كلهم عرب بيتكلموا اللغة العربية تاريخهم مشارك عادتهم وتقاليدهم أرضهم وحدة منظمة المؤتمر الإسلامي دي منظمة إقليمية أيوة بتضم الدول الإسلامية في بينهم روابط أيوة إن الدين الإسلامي روابطة بين الدول الإسلامية منظمة الاتحاد الأفريقي دي منظمة إقليمية أيوة بتضم دول إفريقيا في بينهم روابط أيوة إن دول طبعا كلهم من أبناء قرى واحدة قارة أفريقيا المنظمة الدولية بقى تضم دول مستقلة وإن لم يكن بينهم روابط مش لازم يبقى بينهم روابط ومكن يكون بينهم روابط it egm variables ممكن يكون بينهم روابط او مش مش شرط يعني اساسي دي الفرق بين المنظمة الاقليميه والمنظمة الدوليه بص ياولاد واستعرض لكم بسرعج عجمعه الدول العربيه صاحب هذه الفكرة مصر مصر دعت رئيس وزراء سوريا رئيس الكتلى الوطنيه اللبنانيه اللى عمل كيانه ارابي يجمع العرب ويوحدهم وتم توقيع مساق الجامعة العربية من سبع دول عربية كانت مستقلة في ذلك الوقت عدد الدول العربية حاليا في الجامعة العربية 22 دولة بما فيهم فلسطين لأن فلسطين طبعا حكم ذاتي طبعا أعلى سلطة داخل الجامعة العربية هي مجلس الجامعة مجلس الجامعة هو أعلى سلطة داخل الجامعة العربية عاوز أقول لكم كمان يا أولاد أن الجامعة العربية بتضم مجموعة من اللجان عددها 12 لجنة حاليا أيضا الجامعة العربية بيرأسها الأمين العام من الذي ينتخب الأمين العام مجلس الجمعة بموافق تلتين الأعضاء؟ طيب الأمين العام مدته كم سنة؟ 5 سنوات طيب منظمة الاتحاد الأفريقي طبعا انشأت بعد استقلال الدول الأفريقية وأول مؤتمر قمة أفريقية عمل في القاهرة لماذا سميته قمة أفريقي؟ لأنه كان بيحضره الرؤساء والملوك الأفارقة رؤساء الدول والملوك وعشان كده بيسميه مؤتمر قمة أفريقي عقد في القاهرة طبعا مصر رأست منظمة الاتحاد الأفريقي ثلاث مرات في السنوات الأخيرة تقديرا لدور مصر وبدأنا يا أولاد كمان في السنوات الأخيرة أن نستعيد مكانة مصر إفريقيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بنبزل مجهودات ضخمة علشان نرجع مصر إلى مكانتها للقيادة والريادة في قارة أفريقيا لأن مصر دولة كبيرة جدا تعتبر مصر يا أولاد هي مفتاح قارة أفريقيا ولها الدور القيادي منذ ألاف السنين على مر التاريخ مصر هي قائدة المنطقة الإفريقية والعربية فإن شاء الله بدأنا نستعد دورنا ده طيب المنظمات الدولية عندنا منظمة الأمم المتحدة مين اللي أنشئ الأول منظمة الأمم المتحدة ولا جامعة الدول العربية؟ لا جامعة الدول العربية أنشئت في مارس 1945 منظمة الأمم المتحدة برزت للعالم في أكتوبر 1945 يبقى منظمة الأمم المتحدة وأنشئت بعد الجامعة العربية دي معلومة مهمة طيب المنظمة الأمم المتحدة دي لها أجهزة بصوا معي يا أولاد بسرعة كده عندنا أجهزة الأمم المتحدة أول حاجة الجمعية العامة ودي بتضم جميع الدول الأعضاء نمرة اثنين مجلس الأمن ومجلس الأمن ده مهمته الحفاظ على الأمن والسلام في العالم وله سلطة قانونية على الدول الأعضاء رقم ثلاثة مجلس الوصاية ودي بتولى مساعدة الدول التي كانت مستعمرات ويأخذ بيدها نحو الحكم الذاتي والاستقلال أربعة محكمة العدل الدولية ودي مقرها لاهاي في هولندا ودي اللي حكمت في قضية طابة بين مصر وإسرائيل وإعادة طابة إلينا ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الوحيدة للأمم المتحدة تقوم بالفصل في المنازعات بين الدول إذا لجأت إليها الدول وتقدم استشارات قانونية للهيئات الدولية رقم خمسة الأمانة العامة ويرأسها الأمين العام ومقرها في نيويورك الأمانة العامة يرأسها الأمين العام والأمين العام يتم انتخابه عن طريق الجمعية العامة بتوصية من مجلس الأمن يبقى الأمانة العامة يرأسها الأمين العام والأمين العام مدته خمس سنوات ويتم اختيار الأمين العام بتوصية من مجلس الأمن عن طريق الجمعية العامة عندنا رقم ستة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ده بيضم جواه مجموعة من المنظمات المتخصصة زي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اللي أسهمت عندنا في مصر في إنقاذ معابد أبو سنبل من الغدق وأيضا إحياء مكتبة إسكندرية القديمة عندنا كمان منظمة اليونسيف وهي منظمة الأمم المتحدة الأطفال هذه منظمة التي تركز على الأطفال وتعتبر أن الطفل هو محور التنمية وفي عام 1959 كان إعلان حقوق الطفل عندنا منظمة الصحة العالمية هذه منظمة التي تقوم بعقد دورات تدريبية لرفع المستوى الصحي على مستوى العالم والحفاظ عالميها الشرب من التلوث عندنا أيضا منظمة تانية وهي منظمة الأغزية والزراعة والتي تطلق عليها منظمة الفاو هذه منظمة تعمل على تحسين الزراعة في العالم وتقوم بمكافحة الجوع على مستوى العالم خاصة في الدول النمية دي منظمة الأمم المتحدة عندنا آخر منظمة وهي منظمة حركة عدم الانحياز طبعا مصر كان لها دور تاريخي في إنشاء هذه المنظمة حيث تم تأسيس هذه المنظمة واشتركت مصر والهند ويغزلافيا وإندونيسيا في تأسيس هذه المنظمة وكان في مؤتمر خدناه في أول تيرم ياولاد في أول منهل وفي أول حلقة مؤتمر باندونغ عام 1955 في أندونيسيا ومصر كان لها دور مشرف جدا في هذا المؤتمر حركة عدم الانحياز بدأت بـ 25 دولة تضم حاليا 118 دولة مستقلة من دول العالم بكده ياولاد استعرضنا كل منهج التاريخ تمام في الحلقة دي طب نرجع تاني لأسئلتنا كده نشوف الأسئلة اللي معانا قامت القوات المسلحة بحماية الممتلكات العامة والخاصة أثناء سوى 25 يناير 2011 طبعا الإجابة صحيحة 100% استمر للثورة 25 يناير لمدة شهرين طبعا الإجابة خطأ ياولاد استمرت 18 يوم تعبر عن مطالبها بأشكال وسور مختلفة بما تفسر قيام ثورة 23 يوليو أن نرجعهم بسرعة استمرار الاحتيال البريطاني هزيمة حرب فلسطين فساد النظام الملكي عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة تدهو الحال الاقتصادية وسوء الأحوال الاجتماعية هزيمة الجيش المصري والجوش العربية في حرب فلسطين قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم إسرائيل عسكريا وعدم استعداد العرب للحرب العسكرية كله قلنا ياولاد أهمية بناء السد العالي حماية البلاد من خطر الفيضان تخزين المياه توليد الكهرباء عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة قبل سورة 52 بسبب خضوع مصر لإحتال البريطاني وفساد النظام الملكي وفساد الأحزاب السياسية صدور قانون الإصلاح الزراعي 52 طبعا القضاء على الإقطاع وذلك طبعا نحقق العدالة الاجتماعية لأن الأرض اللي خدناها من هؤلاء الإقطاعيين تم توزيعها للفلاحين أصبح الفلاح المصري لأول مرة في التاريخ يمتلك الأرض دخول الجيوش العربية حرب فلسطين عام 48 طبعا نصرة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود ومساعدة الفلسطينيين في إقامة حكومة وطنية إغلاق نصر خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية سنة سبعة وستين لإحكام الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العرب على إسرائيل هزيمة مصر والعرب في 5 يونيو التفوق العسكري الإسرائيلي بصفة خاصة في السلاح الجوي استخدام عنصر المفاجأة في ضرب البطارات المصرية مسندة الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الإسرائيل نقص التدريب وعدم توافر أسلحة متطورة للقوات المصرية لماذا كانت الطائرات الإسرائيلية تتجنب الاقتراب من قناة السويس في حرب أكتوبر 73 حتى لا تواجه شبكة الصواريخ المصرية المنتشرة غرب القناة زيارة رئيس السادات لإسرائيل لحل النزاع العرب الإسرائيلي سلميا تحقيق السلام الدائم بعد سلسلة من الحروب استنزفة باقات وموارد البلاد المادية والبشرية سوء الأحوال الاجتماعية قبل ثورة 25 يناير بسبب زيادة الفوارق الاجتماعية فقدان العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات أهمية يوم 11 فبراير 2011 في حياة الشعب المصري لأنه اليوم الذي تخلى فيه الرئيس الأسبق مبارك عن الرئاسة وسلم إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى من تنسب هذه الأعمال فزعم مجموعة من الزباط عرفوا بإسم الزباط الأحرار طبعا الرئيس جمال عبد الناصر أزعى أول بيان للثورة خلي بالك يا أولاد لما أقولك أزعى أول بيان للثورة المقصود هنا مين اللي قال البيان بصوت مين هنا نقول الرئيس محمد أنور السادات إنما لو قال لك أزعى بإسمه البيان يبقى لواء محمد نبيب هنا خلي بالك من الحتة دي برضو تنازل له تنازل له والده عن العرش يبقى هنا المقصود أحمد فؤدي التاني إنما لو قال لنا تنازل عن العرش لابنه يبقى الملك فاروق خلي بالك من أغفظ يا أولاد يعني لما أقول أزعى البيان الأول للثورة بصوت أو أزعى البيان الأول للثورة يبقى رئيس محمد أنور السادات لو قلت لك تنازل عن عرش مصر لابنه أحمد فؤدي التاني يبقى هنا الملك فاروق إنما لو قلت لك تنازل له والده عن عرش مصر يبقى مين؟ الملك أحمد فؤدي التاني نفرق يا أولاد من الحكتين دي أعوذكم يا أولاد الفتا دي إن شاء الله نراجع كويس جدا جدا نستخدم الخرائط الورقة والألم معاكم لآخر لحظة في برنامج مدرسة أونلاين وصفحتنا على فيسبوك يا أولاد الجروب بتاعنا كل الأسئلة تحطوها نجاوب لكم عليها كنت سعيد جدا بوجودة معاكم أتمنى تكونوا استفدتم الحلقة دي وإلى اللقاء في حلقة المراجعة القادمة